مساء الخير لكم ضيوفي الكرام أبدأ معك أتاذة العبدالله ما الأسباب التي دفعت أهالي محافظة السويداء للخروج ضد ميريشات نظام الأسد مع العلم أن هذه الميريشات متواجدة منذ زمن لماذا الآن قرر رجال الكرامة تحرك؟ شكرا على الاستضافة في البداية لا بد من وضع الأحداث التي تجري حاليا في السويداء في سياقها بعد 2011 محافظة السويداء كانت من بداية المحافظات التي جرت فيها مظاهرات واعتصامات تأييدا للثورة التي بدأت من درعة أو من ديمشق بعد ذلك لعبت كثير من العوامل أبعدت السويداء عن الثورة وعن المشهد الثوري وخاصة موضوع عصابات الاختطاف منذ عام 2012 نحن نتحدث عن عصابات الخطف التي بدأت تخطف بين درعة والسويداء لإثارة الفتنة بين المحافظتين كذلك موضوع بعض الفصائل الراديكالية كالنصرة وداعش وبعض الشعارات التي طرحت أبعدت أبناء السويداء عن المشهد الثوري لكن هذه الفصائل العسكرية بعضها تابع للنظام والأمن العسكري في السويداء بدأت ممارسة هذه النشاطات منذ تلك الفترة ثم ظهرت لدينا حركة رجال الكرامة مع الشهيد أبو فهد وحيد البلعوس بعام 2014 والنظام اغتاله في 2015 لأن وجود هذا الشخص أو حركة رجال الكرامة في تلك الفترة كانت تشكل تهديد لسياسة النظام في المنطقة الجنوبية بشكل عام النظام كان يحاول إبعاد أهالي السويداء عن المشهد الثوري تخويفهم من أهالي درعة من الإسلاميين كما سماهم وغير ذلك نجح إلى حد ما لكن السويداء بشكل عام تبعت سياسة الحياد الإيجابي وهو امتنع أغلب شباب السويداء عن الالتحاق بالخدمة العسكرية حتى وصل عددهم إلى خمسين ألف متخلف عن الخدمة العسكرية وهذا عدد كبير جدا إذا تم مقارنته مع عدد أهالي السويداء بعد ذلك تطورت الأمور بعد اغتيال الشيخ أبو فهد ازداد نشاط هذه العصابات مع ضعف حركة رجال الكرامة ظهور العديد من الفصائل العسكرية النظام أراد معاقبة أهل السويداء والنظام لم ينسى لأهل السويداء حتى الآن وقوفهم يمكن أن نسميه على الحياد من الأحداث التي أو من الثورة في سوريا لذلك كل فترة حتى عام 2020 كان لدينا مظاهرات كبيرة لأهل السويداء وفي تلك الفترة أرسل النظام كثير من العناصر الأمنية لقمع تلك المظاهرات ولماذا لا يرسل النظام هذه القوات الأمنية لقمع هذه الفصائل التي بدأت تخطف الناس لكن هذه هي سياسة متفقة لها بين هذه العصابات وبين النظام النظام يريد معاقبة أهل السويداء وسيستمر في هذه السياسة على موقفهم يريد إثارة الفتنة ضمن أهالي السويداء فمنذ البداية النظام اتبع سياسة أن يقوم أهالي السويداء نفسهم بمواجهة أهالي السويداء فعندما بدأت المظاهرات والاعتصامات كان يحرّض بعض الموظفيين وعضاء حزب البعث على أن يقومهم بقمع المظاهرات لكي يحدث فتنة داخلية ضمن أهل السويداء ويكون هو المسيطر ما فشل به النظام نعم فشل النظام في تلك الفترة يعني السويداء ربما محافظة لها ميزة خاصة أن يوجد لحمة اجتماعية على الرغم من كل المشاكل على الرغم من هذا المشاكل العصابات والاختطاف وغيرها ما زال هناك لحمة اجتماعية بين أهالي السويداء وهذا رأيناه في 2020 ورأيناه في الأيام الفائتة لمواجهة هذه العصابات ونجح أهالي السويداء يعني نكون واقعيين في تجنب الفتنة التي أرادها النظام بين كما يقال بين السهل والجبل بين درعة والسويداء فالنظام استمر بهذه السياسة بدأ بتحريض هذه العصابات لتقوم بسياسات الخطف سياسات الاغتيالات في درعة وكان الاتهامات متبادلة بين المحافظتين والشيء الذي ظهر بالفترة الأخيرة أو بدأ بعد 2018 بشكل كبير هو الدور الإيراني في تلك المنطقة وعصابات التهريب وخاصة تهريب المخدرات ورغبة حزب الله وإيران وهذا يقول مرة سؤال آخر من قبل النظام هدد أهالي السويداء بتنظيم داعش أطلق يد داعش في هذه المحافظة وكان هذا التنظيم مشكل خطرا على محافظة السويداء لكن النظام حتى في هذه الجزئية فشل في ترهيب أهالي محافظة السويداء لذلك باعتقادك لاجأ اليوم إلى الميليشيات المقربة منه ميليشيات إيران النظام سيستمر في سياسة الله كما قلت لك يريد الانتقام أو معاقبة أهل السويداء على موقفهم حتى كانت التهديدات علنية وصريحة من بعض مسؤولين النظام أنه سنرسل لكم داعش وكما معروف يعني في 2018 مقاتلي داعش خرجوا من جنوب دمشق بباسات النظام وتم إيصالهم إلى شرق السويداء والنظام سحب قواته العسكرية الثقيلة من شرق السويداء وبدأت حصلت مجزرة كبيرة أكثر من 200 شهيد سقط فيها في تلك الفترة وكانت المختطفين داعش خطفت بعض أهالي السويداء وكان هناك مسرحية للنظام وهذه توضح التنسيق بين النظام وعصابات داعش حتى منذ تلك الفترة بدأت دور الروسي يعني الروس حاولوا أن يظهروا أن كان لهم دور كبير في الإفراج عن المختطفين فالسياسة هي تقوم على المعاقبة ما هي الأدوات المتاحة؟ هي العصابات هي المخدرات والكبتاجون وغيرها من هذه الأمور التي تفتك بالشباب خاصة في ظل ظروف الفقر في ظل ظروف البطالة وهذه الأمور ليست جديدة يعني السويداء إذا قارنناها ببقية المحافظات السورية من قبل 2011 هي من أكثر المحافظات تتفع فيها نسبة البطالة وحتى أيام حافظ الأسد السويداء شهدت هجرة كبيرة لأنه منذ أيام سليم حاطوم والخلاف الذي جرى في الستينات كان هناك رقبة بالانتقام من هذه المحافظة وخاصة إذا نوصف الأمور يعني نحن ضد الطائفية أن الدروز رفضوا الدخول في التحالف الأقليات يعني الدروز والإسماعيلية أو كما يسمى تحالف الفاطميين كما سماه صلاح جديد فمنذ تلك الفترة هناك رقبة في المعاقبة الأدوات تختلف حسب الفترة الموجودة فيها في 2015 2013 2018 كانت أداة معاقبة السويداء هي التنظيمات الراديكالية وخاصة داعش والمصر بعد ذلك بعد انتهاء هذه التنظيمات أو ابتعادها أو ضعفها خاصة تنظيم داعش بدأ النظام يلجأ لهذه العصابات التي تتبع الأمن العسكري لتقوم بسياسات الخطف ونشر المخدرات